يعني ده حاجة كويسة السؤال بقى بتاع سجود السهو هسهل للأستاذ عادل أو أستاذ عالي سجود السهو سجود السهو أولا امتى أسجد السهو بسبب إيه لو أنا شكيت صليت ركعتين ولا تلاتة بخليها ركعتين للأقل وبعدين أبني على الأقل لتنين أو تلاتة شكيت اتنين وثلاتة أو لتنين تلاتة والأربعة أو لتلاتة وخلص الصلاة بتاعتي وقبل السلام أسجد سجدتين للسهو مش ركعتين طي ايه تاني اننا لو تركت التشهد الأوسط التشهد الوسطاني تركته نسيته اعمل ايه اقومه خلاص اكمل طالما انه نسيته وقفت اكمل الصلاة قبل السلام اسجد سجدتين للسهو اننا مثلا على مذهب الشافعي وده احنا مشينا عليه نسيت ان اقول قنوط الفجر الدعاء بتاع الفجر كل يوم بعد ما اقوم من رقوع رقع الثانية نسيت قالك في الحالة دي وده بسمه ايه ابعاد الصلاة فطرقنا بعضا من ابعاد الصلاة اسجد السهو دي الحالة الثالثة اننا اسجد السهو ركعت اسجد سجدتين قبل السلام اذا نسيت قنوط الفجر هنا السجدتين السهو قبل السلام ولا بعد السلام عند الإمام مالك بيقول بعد السلام عند السادة الشفعية والسادة المالكية والسادة الشفعية قالوا قبل السلام لأنه من داخل الصلاة وعند الحنابلة قال حسب ما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فحنا بناخد المذة بالمختارة في إدارة الإفتانة المصرية إنه قبل الصلاة بنعتبره إن جزء من الصلاة لأنك تجبر شيئا في الصلاة فما تخلقش من الصلاة لما تكون جبرت الحاجة اللي أنت أخليت بيها الثلاث مواضع ظلم بنسجد فيهم سجود السهو والسجود السهو من الآخر سنة يعني لو ما عملتوش الصلاة صحيحة يعني هما سجدتين سجدتين قبل السلام وبعدين أسلم مباشرة سجدتين أقول فيهم سبحانه ربي الأعلى زي السجدتين عديد وسلمين وشمال ولو ما عملتهم شيء الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس واجبة